تشهد المناطق الريفية في الهند ثورة رقمية فبالأمس القريب كان على هؤلاء الموظفين في إحدى قرى ولاية رجستان يقصد المدن الكبيرة لشراء حاجيتهم أما اليوم وبفضل التجارة الإلكترونية تتأمن السلع المطلوبة بنقرة واحدة هذه المرة اشترينا جهازا كهربائيا لرشي الطلاء وسبقا ابتعنا منتجين أو ثلاثة بواسطة الإنترنت المنتجات ذات جودة عالية وهي متنوعة وأقل تكلفة وتصل في طرد إلى المنزل وفي ظل غياب شركة توزيع موثوقة في الأرياف كان لشركة البريد الهندية وهي أكبر شركة بريد في العالم دور رئيسي في تزايد شعبية مواقع شراء الإلكترونية وقد أقامت شراكة مع المئات من مواقع التسوق من بينها شركة أمازون والعملاق الهندي فيليب كارت على أمل سد عجزها السنوي الذي يتخطى 700 مليون يورو وباتت خدماتها اليوم تشتمل على شتى أنواع السلع من السماد إلى الهواتف النقالة من خلال 140 ألف مكتب بريد منتشرة في المناطق الريفية عدد الزبائن في ارتفاع مضطرد نتيجة استخدام الهواتف والأجهزات الخلوية والإنترنت الناس يطلبون المنتجات لدى مشاهدتهم لإعلانات متلفزة من خلال مواقع التسوق الإلكتروني الرئيسية مثل أمازون ونبتول وسواها ويمكن الدفع نقدا عند تسلم البضائع ما يشكل عاملا مشجعا في مناطق حلث قلة من الناس تملك حسابات مصرفية ونادرا ما تستعمل بطاقة الاقتمان كذلك للمشتر الحق في إلغاء الطلبية الساعة يشاء وهذه المزارعة مثلا رفضت استلام عدة لتنظيف السيارات بسبب تأخر عملية التسليم كان من المقرر أن استلم العدة الأسبوع الماضي فاشتريت بديلا عنها من السوق عامل البريد عاد أدراجه غير أن الخدمة تسير قدما مع تسليم 75 ألف طرد يوميا في الهند